القاعدة السادسة من قواعد الإخلاص الإخلاص صعب عزيز لكن عاقبته حميدة جاء عن يوسف بن الحسين أنه كان يقول أعز شيء في الدنيا الإخلاص يعني أنه نادر وجاء عن عدد من السلف أنهم كانوا يقولون ما عالجنا شيئا أشد علينا من نياتنا هي أقوى علينا من مجاهدة العدو من مجالدة السيوف لكن عاقبة الإخلاص حميدة وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يكون مشروع عمره والإخلاص ومشروع عمره أن يصف نيته وعلى أن النية تتقلب لكن الإنسان يستعين عليها بالله سبحانه وتعالى ثم بالمجاهدة والمصابرة ومن صبر حتى وصل إلى هذا المقام مقام الإخلاص هانت عليه نفسه وهانت عليه الأعمال وانقادت له نفسه وسهل عليه أن يبذل إنما هي عقبات في البداية فإذا وصل الإنسان لمقام الإخلاص استقرت له نيته وأصبح ينوي لله في كل صغيرة وكبيرة وهذه العاقبة الحميدة ترجمة نانسي قنقر